بسم الله الرحمن الرحيم اهلا مرحبا بكم على قناتكم مصادر الحياة. موضوع جديد اشارك معكم هذه التجربة. والتجربة دي مفيدة جدا مرت بها عنيت من فطريات القدم لسنوات. لن تجدي اي علاجات كيموية مراهم وغيرها. آآ النهاردة بشاركك هذه المعلومة آآ واللي لم اجدها اطلاقا ولكن وجدتها آآ يعني مع التجربة ومع آآ الصدفة. آآ التجربة بسيطة جدا لعلاج فطريات القدم. فطر القدم من الاشياء اللي بتقرر كثير من الناس بتشاب بتسبب كثير من المشاكل الكثير مصاب بفطريات القدم سواء الرجال والنساء قد يصل لحد الالتهاب قد يصل في بعض الاحيان الى عدم آآ او التأثير على حركة المشي لدى آآ البعض. النهاردة آآ هذه المشاركة آآ مقدمة من آآ قناة مصادر الحياة آآ آآ لكل المشتركين آآ المحترمين المتابعين لهذه القناة لو كنت اول مرة تشترك رجاءا آآ ضغط على سبسكرايب للاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد والمفيد آآ دائما على قناة مصادر الحياة في شتى المجالات فآآ رمز وانوان وهدف آآ قناة مصادر الحياة هيا بنا نحيا الحياة. ازا عجبك الفيديو بتاعنا لا تبخل علينا بلايك وبندخل في الموضوع على طول وهو اسهل علاج لفطريات القدم آآ من المنزل والنتائج مضمونة بازن الله تعالى عن تجربة في خلال تلاتة لاربع ايام. آآ فطريات القدم لو شفنا صورة لها اولا او ناخد فكرة عن هذه آآ الفطريات زي ما انت شايف كده آآ في الصورة آآ فطريات القدم دائما تصيب آآ ما بين الصبع الاصابع الاخيرة في القدم اللي هي الصبع الصبع الصغير واللي جنبيه آآ الاصابة بتكون كبيرة ما بين الصبع آآ الصغير في نهاية القدم والصبع اللي هي ليه آآ لان آآ الاتنين دولار بيبقوا منطبقين تماما على بعض فبيسببهم آآ رطوبة دائما بين الصبعين دولار بالزات فده بيهيئ او بيوفر بيئة صالحة جدا لنمو هذا الفطر آآ بكسرة لان انت عارف ان الفطريات آآ المناسب لها او البيئة المناسبة لها هي آآ ارتفاع آآ الرطوبة فالمكان ده دايما بيكون رطب فبيمهيئ الفطر للنمو بشكل سريع بيكون آآ زي ما انت شايف لون ابيض عبارة عن آآ جلد ميت كده آآ بيسبب آآ آآ الم واحيانا حساسية في المنطقة اللي هي بتاعة الاصابع من فوق كده بيؤدي في بعض احيان الى حدوث جروح آآ في القدم نفسها وقد آآ يتسبب في آآ يعني الاصابة آآ بعدم التحرك بصورة آآ يعني بصورة طبيعية الفطر ده آآ او الهدف من هذا الفطر لما بنيجي نعالجه بالكيمويات آآ الكيمويات ما بتقدرش تصل آآ آآ لي كل الفطريات لان الطبعة البيضة دي بتعمل العازل ما بين الفطر في الخارج والفطر تحت الطبقة ديت ولذلك لابد آآ من انك يعني آآ بتشيل هذه الطبقة في بعض الاحيان هو ممكن تصيب بجروح وتجرح آآ نفسك. علاج النهاردة هو آآ العلاج المنطقة دي او فطرات القدم دي بالبن المطحون الموجود آآ الطبيعي جدا اللي احنا بنشربه والبن معروف في كل دول آآ العالم. بتحط نقطة آآ قليل بين صابعك آآ هنا. وبتبدأ تدعك جامد او تدلك حسب آآ ما هي ترقى ليك. آآ تدلك آآ بصابعك بين صابعين القدم ده همت تماما بعد طبعا ما بتغسر رجليك جيد. آآ بتنشفها جيد جدا. يعني لا يتم واضح البن على على مكان ناشف تماما تماما. اركز واكرر لا يتم وضع البن الا على مكان ناشف وجاف تماما. بتدلك المكان دهوت بالبن والمكان الذي يليه في المناطق اللي فيها فطريات. وبعدين بتلبس الشراب بتاعك. دايما بتستخدم هذه الطريقة. آآ اثناء لبس الشراب والخروج. واذا كنت قاعد في المنزل مستحسن انك تلبس طبعا شراب حتى آآ لا يتم آآ يعني آآ آآ البن ينزل ما بين اصابعك على الارض ويسبب لك آآ مشاكل آآ في المكان اللي انت قاعد فيه. آآ الطريقة ديت او الهدف منها او التكنيك بتاعها ان البن آآ بيمتص آآ بيمتص آآ المية اللي في جسم هذا الفطر. فبيسبب آآ موته. وفي نفس الوقت بيسبب له آآ ضيق في التنفسات آآ للفطر. فبيبدأ الفطر آآ يموت شوية بشوية آآ بتداوم دائما قبل النوم وقبل اخروجك آآ الى العمل او آآ الى خارج المنزل او الى لبس الشراب دايما بتقرر هذه آآ العملية. في خلال تلات اربعة ايام بتبدأ تجد ان آآ المكان ده الابيض ضراح وبيبدأ المكان ينشف وجف تماما شوية آآ بشوية. بتستمر معاه حتى آآ يكون آآ المكان ما بين الاصابع جلد بتاعه زي جلد القدم بتاعتك آآ تماما. في الحالة دي انت بتقضي على الفطر. آآ طيب كده الموضوع بالنسبة للقدم تمام خلصنا منه. آآ بتبدأ تغسل آآ الشرابات اللي انت آآ بتلبسها بمادة آآ مطهرة. بويس لانطبعا الشراب بيبقى في آآ آآ عثر لهذا الفطر طبعا الفطرات غير مرئية لن آآ تراها بعينك المقرد. آآ ايضا مستحسن آآ ايضا انك يعني لو عندك آآ او ريحة. آآ بترش آآ الحزاء بتاعك آآ او الشبش بتاعك بهذا. آآ الاسبري او الكحول آآ النقي الطبي من آآ الصيدلية كل ده بتقضي على مكان تواجد الفطريات حتى آآ لا يعود الفطر الى آآ قدمك آآ بكده انا آآ شاركتك تجربتي والحمد لله يعني وفقت آآ بفضل الله آآ وهي بالصدفة طبعا آآ ليه علاج هذه المشكلة اللي كان بتسبب لي ارك آآ كبير جدا وكان لا يجدي لا وصفات طبيعية ولا آآ علاج كماوي آآ في نهاية الفيديو ازا عجبك لا تبخل على نفسك بالسواب فمشاركتك لهذا الفيديو وارساله وعمل شير له آآ بتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله فاكسب سواب ولايك ازا عجبك الفيديو شير لا تنسى الاشتراك في القناة فقناة مصادر الحياة هي لاسعاد آآ الناس وتعريف الناس كيف يحيون الحياة بصورة آآ افضل آآ الى ان القا لكم في فيديو اخر اتمنى لكم جميعا الصحة والعافية والسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته